وفي رأيك الجمهور اليوم راح يعود يولي لهذا الأنماط الموسيقية العريقة والطراثية خصوصا أنه دائما الحديث عن ابتعاد نوعا ما للجمهور عن هذا الأنماط عن الموسيقى الأندلسية عن الموسيقى الشعبية هل هذه الاستراتيجية الجديدة كفيلة بترصيع بريق هذا الفنون؟ أول شيء ما ديك أنا ما رانيش متفق معاك يعني من جمهور الموسيقى العريقة والموسيقى الأندلسية كان دايما هنا يعني ما فيش ما كانش يعني من قدوش نقوله بلي كان فيه حفلات بدون جمهور ربما أن المعلومة ما لحقتش للجمهور بلي فيه حفل أو ولكن يعني جمهور الموسيقى الأندلسية متواجد منذ زمان ماشي من قدوش نقوله بلي غائب على لكن مقارنة بموسيقى الرأي مثلا بأنماط موسيقية أخرى تحظى بجمهورية أكبر ما نقدروش نقارنه الموسيقى التقليدية اللي نحن نعدوها كموسيقى كلاسيكية مع موسيقى الرأي اللي راحت يعني بلون عصري وعندها لون موسيقي مقترب ربما على الموسيقى العالم يعني ما نقدروش نقارنه يعني انتركت قارن لي إلا نشوفه مع الأوروبا فيها الموسيقى الكلاسيكية وموسيقى الرأي باب بصحيح ما نقدروش نقارنه هاد الأنواع الموسيقية هو ماشي نفس الجمهور وماشي نفس التفاعل يعني مع الفنان وماشي نفس الشي يعني الجمهور اللي يجي يتفرج في الموسيقى الأندلسية ما يجيش باش يعني يشطح ولا يجي باش يعني يجي باش يسمعي هي موسيقى راقية ولازم يكون عندك ثقافة باش تتقبل هاد النوع الموسيقي وفيه جمهور في الجزائر اللي كده بعليك اللي يقول لك بل ما فيه جمهور أنا هنشوف في قاعة الأوبرا عدة مرات قاعة الأوبرا مملوئة يكون فيه يعني حفل أندلسي أنا ما نخليكش تهضر هاد الكلام لا أكيد أنه احنا كل أملنا أن نشوفوا بريق الموسيقى الأندلسية ولا موسيقى شعب الجزائرية يترصع نقطعك نشوفوا باللي حتى الشباب حتى يعني نصار في السن ويحبوا هاد الموسيقى ونشوفوا باللي يمارسوها في الجمعيات يعني احنا في الجزائر عنا هذا الحض أننا عنا جمعيات موسيقية مخصصة للموسيقى الأندلسية يعني بزاف 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 الجمعيات في كل الوطن يعني من الشرق للغرب الوسط يعني ما فيش ونشوفوا باللي فيه شباب اللي عارفين همية هذا النوع الموسيقي يعني ما شي غير تحبوا هو هي يعني هوية الهوية الجزائرية يعني ما فيش غير حب الموسيقى أكيد أنه اليوم هناك الكثير من نجوم الجزائر اللي عملوا باجتهاد على تطوير هذا الموسيقى وتقديمها من خلال هذا الطرق الجديدة التي تواكب العصر أيضا وأنت من أبرز هذه الأسماء والدليل اليوم بمجرد إعلان حضرك معنا هناك الكثير من الناس اقترحوا أسمك وفرحوا باستضافتك على مجرد القناة الأولى أكيد رح نحكيوا على مختلف محطاتك وتجاربك بعدما نزيدوا نسمعوا صوتك في نوع آخر في مقطع آخر نهديوها لكل أوفية برنامج إسأل نجمك وأوفية النجمة ليلة برسالي